مداخلتي تتعلق بمساطر التنفيذ الجبري في مشروع قانون المسطرة المدنية اللي كان عرفه هو أن القانون المسطرة المدنية الحالي يرجع لسنة 1974 منذ ذلك الوقت عرف هذا القانون مجموعة من التعديلات وتم تتميمه بمجموعة من القوانين الإجرائية مثلا قانون إحداث المحاكم التجارية قانون إحداث المحاكم الإدارية جاءت فكرة تعديل قانون المسطرة المدنية وجاءت معه فكرة تجميع جميع القوانين الإجرائية بمعنى أن هذا المشروع اللي كان نقش فيه اليوم سيلغي مجموعة من القوانين سيلغي قانون المحاكم التجارية سيلغي قانون المحاكم الإدارية قانون المحاكم الاستناف الإدارية وقانون رابع تعلق لكي يتعلق بمحكمة النقد يعني أننا سنفرط في الشهاد القضائي لكي قارب 51 سنة دي الشهاد القضائي القانون المسترى المدنية والمتعلق بمدونة تجارة ولكن المتعلق بإحداث المحاكم التجارية والقانون المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية إذن المدخلة ديالي تتعلق فقط بمساطر تنفيذ الجبري في مشروع قانون المسترى المدنية ومدى مطابقتها أو امتتالها للدستور في الواقع وبحكم الممارسة المهنية غالبا المتقاضي يعتبر أن الملف ديالي انتهى بمجرد أنه استصدر حكما قضائيا لفائدته ولكن الواقع هو أن المرحلة أو أن أسميها المعركة معركة التنفيذ قد تكون أشد قسوة وأشد وطأة عليه من المرحلة القضائية وقد ينفذ الحكم وقد لا ينفذ وقد تطول معركة التنفيذ وهذا شيء في ظل مقتديات دستورية التي تقول بأن للمواطن الحق في محاكمة عادلة مدت الفصل 126 من الدستور الذي يقول بأن المقرارات القضائية تصدر وتنفذ باسم جلالة المالك وطبقا للقانون في ظل دستور يقول بأن المقرارات القضائية ملزمة للجميع وبأنه يجب على المؤسسات العمومية أن تساعد المتقاضين في تنفيذ هذه المقرارات القضائية للأسف هذا شيء بعيد عن الواقع التابت هو أن عدم تنفيذ مقرار قضائي صادر على قضاء الدولة فيه مساس بهيبة القضاء فيه مساس بتقة المتقاضي في مؤسسات الدولة في مؤسسات القضاء فيه يضر أيضا حتى المعاملات التجارية لأن المستثمر والتاجر لا تبقى له أي تقة في ضمان الحقوق في إطار مقتدايات قانونية لا تحفظها إذن في هذا الإطار جاء مشروع قانون المستر المدنية الذي نناقشه الآن تنفيذ المقرارات القضائية النهائية وحق دستوري يدص عليه القانون ومن مسؤولية الدولة ومن ضروري ومن حق المواطنين والمتقاضين أن يتم التنصيص على مقتدايات قانونية دقيقة تمكن من تفعيل تنفيذ المقرارات القضائية وضمان تنفيذ المقرارات القضائية للوقوف على الدم المالي المنفذ عليه وإجباره على التنفيذ إذن في هذا الإطار طلعنا على مشروع قانون المستر المدنية لنا بعض الملاحظات بحكم الاحتكاك مع المساطير القضائية وبحكم الممارسة المهنية المداخلة ديالي سنترق فيها الأربع المحاور المحور الأول يتعلق بمؤسسة قاضي تنفيذ المحور الثاني يتعلق بالحجز التحفظي على المنقول وعلى العقار المحور الثالث يتعلق بالحجز التنفيذي والمحور الآخير يتعلق بمسطرة الحجز لدى الغير إذن بالنسبة للمسطرة الأولى وبنسبة للمؤسسة قاضي تنفيذ نعرف بأن المادة 16 على ما أظن من قانون تنظيم القضائي جاءت بمؤسسة قاضي تنفيذ المناقش مشروع قانون المستنطرة الميدانية تنزيلا لمقتدايات قانون 3815 المتعلق بالتنظيم القضائي نص على تعيين قضاة تنفيذ في جميع المحاكم الابتدائية وهذا المشروع تضمن مقتدايات تتعلق بتحديد اختصاص قاضي تنفيذ والمسترة المتبعة أمامه بخلاصة قاضي تنفيذ يختص بالبت في المساطر المتعلقة بالتنفيذ الأمام المتعلقة بالتنفيذ وبالإشراف والمراقبة ومراقبة سير الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ أي أن له ولاية مباشرة على الإجراءات القضائية والإجراءات الإدارية المتعلقة بمسترة تنفيذ وهنا عندي ملاحظة بخصوص المادة 475 والتي عقدت الاختصاص لقاضي تنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم أو للمحكمة المحكمة التي يقتن بدائرتها المنفذ عليه أو المحكمة التي يوجد بها محل تنفيذ يعني المتربع 175 يعطيتنا 3 الأختيارات وما هو اختيار أو أو خصنا نحده على الحسب حيثنا نعرف أن في الواقع منه يأتي لنص مقتدى قانوني ويضع لنا الاختصاص بحالها كانت الفوق يقول للمحكمة قضية تنفيذ المختص هو المحكمة المصدرة للحكم والمحل التنفيذ والمحكمة المنهبة يعني يستحب أو يقترح أن يتم تعديل هذه المادة وأن يتم تحديد قاضي التنفيذ المختص وأعتقد أن الأسواب هو أن يكون قاضي التنفيذ المختص هو قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يفتح فيها ملف التنفيذ لأسباب واضحة نفس الملاحظة بالنسبة لماد 478 خولت لقاضي التنفيذ من المحكمة البتدائية الاختصاص الذي يبط في الصعوبات الوقتية الصعوبات الوقتية هم الذين نعرفهم ذلك بصعوبة التنفيذ يعني 436 من قانون المستارة المدنية نفس الإشكال أعطيتنا الاختصاص ثلاثة قضاء التنفيذ المحكمة المصدرة للحكم المحكمة الملفدة عليه أو المحكمة المحل التنفيذ حسموا لنا في الاختصاص لا نريد أن نرى سيد واحد المتقاضي يأتي معه سنتين لأنه يحدث على مقرر قضائي نهائي لا يمكن أن يبقى يمشي بين ثلاثة المحاكم وتقول له هذه هي مختصة وهذه هي مختصة المادة 485 اختصاص عادي كتعطي للقاضية التنفيذ الأمر باتخاذ جميع الإجراءات التي سيقتضيها عملية التنفيذ أنا لم تجيني في هذه التحاجة يعني لا يوجد إضافة بالنسبة للقانون المستارة المدنية الحالي المادتين 486 و489 486 و486 تساعدوا على هذا المطابق على هذا المكلف يتنفيذ يمكن أن يذهب لإجراء المنفذ حسناً ما سيذهب لإجراء المنفذ أن تنفيذ وليس لن يف Review وليس لأنه أهتم لمن يفعلي أن يفعلي من 10 ايام وأنه لن يفعلي من 10 ايام تقنصني لو أنهي مجلس لدي هناك منقولات أو عندما لديها معيدة من تنفيذ التي يقوم بالنفذ لن يجعلي لا يفعلي عملية تنفيذ لا يوجد فائدة عملياً إذن يستحب أن يتم تحرير محضر الحجز التنفيذي عند تبليغ ملف تنفيذ لضمان بقاء المنقولات والمعدات المادة 495 هذا مقتضى خطير ويضرب حق دستوري الحق في الدفاع لأنه منح اختصاص طعن في أوامر قادة تنفيذ المتعلقة بالصعوبة داخل أجل عشر يام من الصدور إذا كان الأمر حضورياً أو عشر يام من تاريخ التبليغ إذا كان غيابياً نحن نعرف بأن أولاً المنطق المتأمول لا نأخذوه في نهاره نقدرون أن نأخذوه حتى ربعة ورخمسة العشية عشر يام من نهار الأول حيث منها نهاية الأسبوع يومين هؤلما ممشوا لي تلتيام ناهيك على أنه لأنه أجل مقال السيناف خصينا الأمر خصينا نطلع للتعليل نحن نعرف بأن في الواقع لا نسلمون الأوامر عند صدور الأمر نسلمونها على أضعف الإيمان أضعف الإيمان نأخذها حتى ثلاث يام أو أربع يام من بعد هذا كان أمر استعجالي إذا كان أمر صعوبة مثلاً أمر استعجالي رابط دار بيضاء راكين محاكم اللي كانت نوست شهور وثمان شهور لنأخذوا المقرارات القضائية يعني هذا مقتضى اللي حطه عمره ممارس في أمام المحاكم اللي حط هذا المقتضى ويقول لك طعن كيتمارس عشرية من تاريخ صدور الأمر عمره ماخده شيء أمر من المحكامة ولا سحبه إذن الخلاصة بالنسبة لمؤسسات قادة تنفيذ المشريعة قادة تنفيذ اختصاصات اللي كانوا عند رئيس المحكامة ولم يوضف أي اختصاص أو صلاحية أخرى قد تمكن قادة تنفيذ من تنفيذ وتفعيل تنفيذ المقرارات القضائية نجاعة مساطر تنفيذ تقتضي أن نعطي لمؤسسات تنفيذ اللي قادة تنفيذ اختصاصات وصلاحيات تمكنه من التواصل مع جموعة من الإدارات مع بنك المهريب مع الضرائب مع لناصة مع جميع الأبناء أما هذا إلا إلا بغينا نفعل مساطر تنفيذ الجبري وإلا اعتبرنا بأن هذا شيء من مهام القضاء وأعتقد أنه كان واحد توجه في هذا الخصوص أن يستطيعون من اختصاصات المفوض القضائي قالوا هذا المشروع قانون الميسر المدني لا تكلم تجاهل بسفة كلية المفوض القضائي في حين أن المفوض القضائي هو الذي ينفيذ الحكم أبينا أمكس شيء عادي الذي يمارس مساطر تنفيذ سيعرف أنه لم يكن تنفيذ بدون مفوض القضائي ونحن لا توجد هذه الحلول هذه المساطر تنفيذ الجبري نريد أن نفعل هم إلا نعطيه اختصاصات وصلاحيات للقادي التنفيذ أو نعطيه اختصاصات وصلاحيات المفوض القضائي تحت إشراف قادي التنفيذ للحصول للتواصل مثلا والمكاتبات الأمن الوطني والحصول على عنوان المنفذ عليه التواصل مع إدارة الضرائب مع الأبنك مع المحافظة العقارية مع الناخصة نعرف هل تسيد وش عنده سيارة في الاسم ديالو الحجز المباشر بين الأبنك هل يعقل أنا كطالب تنفيذ عندي كنفذ عشر لفدرهم كمش ندير عشر للحجوز كنت إيجابي واحد في حين لكن الاختصاص بيد قاضي تنفيذ أو مفوض القضائي هو يحب الله يكاتب بنك المغرب يقول لين عنده الفلوس رأى المسؤولي تنفيذ المقرارات القضائية بسؤولية الدولة رأى مقرر قضاء يصادر عن قضاء الدولة هذه من نحية الأولى إذن في هذا الإطار رأى تشريعات مقارنة تشريعات المقارنة توجه مكرس مثلا في إسبانيا نصف قانون مسترى المدنية إذا لم يصرح المنفذ عليه بأموال كافية لتنفيذ الحكم لقادي تنفيذ أن يكاتب الإدارات والأبناء للحصول على معلومات حول الدم المالية المنفذ عليه والمؤسسات ملزامة بالجواب فرنسا مشاوم على الطرح المفوض القضائي بحيث أن المقفوض القضائي يمكن أن يحصل على جميع المعلومات والمعطيات من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة دون إمكانية مواجهته بسر المهني تنفيذ المقارنة القضائية هو حق دستوري ومسؤولية الدولة يجب تنصيف قانون مسترى المدنية على صلاحيات تعطى إما القادي تنفيذ أو توسيع من مهام المفوض القضائي مع إعادة النظر المقرر هذا بالنسبة للمحور الأول المحور الثاني يتعلق بالحجز التحفظي على المنقولات وعلى العقارات هنا لدي ثلاثة الملاحظات الملاحظة الأولى تتعلق بالمادة 500 وجوج من مشروع التي تتعلق بعدم إمكانية حجز أموال وممتلكات الدولة والجامعات الترابية وهيئاتها هذه المادة كرست المادة تسعود القانون المانية لسنة 2020 كان جات في 2018 ونط واحد الدجا سحبنا ها جات في 2020 ودري جات في قانون المالي لـ 2020 مزيان مع العلم أن المادة 16 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أن لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا مقتديات تتعلق بالموارد وبالتكاليف وبطريقة تحسين الشرط المتعلقة بالتحصيل ورغم ذلك تم إدراج المادة تسعود في قانون المالية في خرق صاريخ للقانون ما أعلن هذا المقتدى غير دستوري مخالف المادة الستام الدستور مخالف المادة الـ 26 هذا يطرح كله وعودناه هنا ولكن للأمانة هذا المقتدى تديرو جميع تشريعات المقارنة لا يوجد الكثير تشريعات كلهم يمشون مع هذا المبدأ عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها ولكن ولكن تشريعات المقارنة التي تضع هذا المبدأ تضع معه وضوابط لا يوجد لأن نضع مبدأ مطلق ومنع المطلق بدون ضوابط وهذا ما يقع لنا مع المادة سعود هناك سؤال أخر قبل أن نتحدث إلى هذه المادة سعود مادة 500 وجوج ما ما مادة 500 وجوج ما مادة سعود ومستر المتابعة وربع سنين والآجال وكتب لي والأمير وصرف ودرجة ونفق لن نعرف ما المستر التي كانت في المادة سعود المقالون المالية ستبق كتطبق أو لا لن نرجع إلى هذه الضوابط التي تتحط في الشريعات المقارنة مني المشرع يتبن مبدأ منع حجز ممتلكات الدولة أول حاجة يتعين التمييز ما بين المال العام المال العام المخصص لرعاية المواطن ومصالح العامة والذي يقوم على فكرة المرفق العمومي والمال العام المخصص للاستثمار والذي تتتمله الدولة ويقلق واحد القانون الخاص المنع لا يمكن أن يمتد لمال الدولة العام المخصص للاستثمار لأن الفكرة المنع ستنسب على حسن سير المرفق العمومي لا يمكن أن تقوم مؤسسة عمومية أو جماعة بنزع ملكية أرض وتبيعها وجدت قولي خلال أربع سنوات إلى منزعات الملكية لأرض ودرس فيها مدراسة ودرس فيها مصحة ولماذا يستفيد منها المواطن مرحباً ولكن إذا قلت الأمر مشروع تجاري أرمي كيف نطبق عليه المنع هذا قلت بمسبب الشروط المحمول بها في تشريعات المقارنة الضابط الثاني مقارنة مع التشريعات المقارنة كلها أجل أربع سنوات أجل مبالغ فيه جداً جداً يدون نظر فيه الناس يتعلمون على شهرين على طلل شهور على ست شهور قانون المالية يأتي كل عام أربع سنوات لا تنسى هذا المتقاضي ردوز أحد أربع سنين هو يأخذ أحد المقرر مقرر قضائي أمام المحاكم ويأخذ أحد المقرر قضائي سأأتي تحتها يأتي ويأتي أحد أربع سنين لا يمكن آخر نقطة آخر ملاحظة آخر ضابط المادة سعود وته المادة 500 وجوج جاءت وضعت المنع ونزهت الإدارة عن الرفض تنفيد ولو بعد أجل أربع سنوات لم تحتسب لإمكانية رفض للإدارة لتنفيد ولو بعد مرور أجل أربع سنوات يجب التنصيص على أن هذا المنع يتم مرفعه تلقائياً وبقوة القانون بعد المدة وأنا أتحفظ على هذا الأجل الأربع سنوات أو لا تفكير في وسائل ردعية أخرى تمكن من تنفيذ على الإدارة بعد استنفاذ المصدر المنصوص عليها في القانون ساديساً والأهم من هذا شيء كامل بتاريخ 21 يوليوز 2021 وفي إطار تنزيل المقتدية الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة خاصة الفصل 157 من الدستور تم نشر واحد القانون 54-19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية بالطلاع على المادة 30 هذا القانون تنص على أنه تنفذ المرافق العمومية دون تأخير الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية القابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهاتها إذا كان واحد تناقض لا يمكن في 2020 مادة سعود تقول لك منع الحجز في 2021 القانون 54-19 تقول لك تنفذ بدون تأخير وإنك في مشروع قانون المسترة المدنية تقول لك المادة سعود هذا التناقض في المقتديات ما بين قانون المانية وقانون 54-19 ومشروع قانون المسترة المدنية المناقش يوضح أن هناك خلل جوهري في عجلة التشريع عدم توحيد للفلسفة التشريعية وهذا أمر خطير جدا لأنه لكي نكون في الظرف الثلاث سنوات تدلل الفلسفة التشريعية ومبادئ دياننا لم نعرف ما نريد نفذ ومشروع القانون الذي يخرج عند وصارة الاقتصاد هو الفلسفة التشريعية الذي يخرج عند وزارة العدل كان الخلل كان المشكل في التشريع يجب أن ننبه له ويجب النصص القانونية تكون منساجمة وإلا لا يمكن بالنسبة للنقطة الثانية ودائما في إطار الحجز التحفوظي المادة 496 كرسة مساطر قضائية معمول بها أمام القضاء خاصة مسترات التراخي عند تقييد حجز تحفوظي ويتراخ طالب الحجز في مباشرة مساطر الموضوع وحددت الأجل في تقديم هذه الدعوة في عشر أيام من تاريخ تدور الأمر بالحجز عشر أيام أجل 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 ماذا تربط لي ضرورة إجراء الحجز بدعو الموضوع حيث ممكن أنا كتسالني الفلوز ويجدري واحد الحجز على الأصل التجاري وتخلي المسجل أنا وتمشي نتايم الدرش يدعو الموضوع إلا عندك واحد دين طالب بأمان المحكامة ولكن تعطيني أجل عشر أيام لنمشي المحكامة هذا أجل قصير جدا لأنه يستنزال يومي العطلة نهاية الأسبوع ستولي ثم يتعين تحديد أجل معقول على الأقل محدد في 30 يوم لمباشرة دعو الموضوع الفقرة الثانية من هذه المادة تتكلم عن جزاء عدم تقديم الدعوة في الأجل وكتكلم على إمكانية رئيس المحكامة في تشطيب على الحجز إما تلقائيا أو بناء على أمر الحجز التحفظ على المنقولات لا يتسجل في تابلازا الحجز العقر يتسجل في المحافظة العقرية المقصود هو مصطرة رفع الحجز وشي مصطرة التشطيب على الحجز المصطرة الثانية التي تمت كريسو هي مصطرة قصر الحجز ومصطرة قصر الحجز وتهوى مسترى معمول بها أمام القضاء لسنوات عديدة ولو أنه لم يكن لديها إطار قانوني أمر محمود اليوم أنه أن يتم تنصيص عليها وتأطيرها في قانون المسترى المدنية في هذا المشروع كان ملاحظة بخصوص هذا المقتدق 496 الفقرة الرابعة هو أن يتم تنصيص على جزاء الحجوز السوفية لأنه لا يمكن أن يسلني 100 مليون ويحجز لي على عشرة شوقا ويقوموا مليار ويقوموا بإطلاق الحجز يقولوا يسيري طلبهم المحكامة يجب أن يحسبوا لهذا الأمور يضعف الفقرة بمجرد أن المنفذ عليه يرسل أو يكاتب الحجز يمكنه من رفع الحجوز النقطة الثالثة التي تم تكريسها تتعلق بمسترة استبدال الحجوز بالكفالة البنكية أو النقدية آخر نقطة استبدال الحجز بالكفالة البنكية أو النقدية إذن في هذه الحالة مثلاً كيتم الحجز تحفظي على أصل تجاري أو على منقول الفقرة الأخيرة من المادة 496 وضعت إمكانية إذاع المبلغ يما نقداً في المحكامة أو تقديم كفالة بنكية الملاحظة الأولى هو أنه يتعين لإشارة أن هذه الكفالة يجب أن تكون كفالة بنكية تحت أول طلب لماذا؟ لأنها كفالة كفالة مستقلة وقائمة بذاتها وخاصةً كتحمي دائن إذا أصبح المدين دائن إذا أصبح المدين في موضوع مسترات تسوية أو تسوية بالإضافة إلى ذلك المشكل المطروح هذه القارنة في المحكامة هذه ورقة من يجب أن يدعها في المحكامة أين نضعها؟ كان خطر الضياع كان خطر الصريقة إذن خصناً نفكروا شوية ربما يتعين تفكير في القارنة في المحكامة ديماتيرياليزة يعني الموقعة إلكترونياً باش نتفاداوا هاد المشكل ديال الضياع أو الصريقة